برحب حضراتكم مرة تانية وبنتكلم على تصريحات موسيماني امبارح عن مباراة النهاردة واللي هي وقعية بشكل كبير جدا موسيماني كان بيقول انه طبعا فيه غيابات كتير مؤثرة في مباراة النهاردة غيابات في صفوف النادي الاهلي وزي ما حضراتكم عارفين غايب مجموعة كبيرة من اللعيبة طاهر محمد طاهر حسين الشحات علي معلول ايمان اشرف وليد سليمان وصلاح محسن كمان يعني مجموعة كبيرة من اللعيبة ولكن زي ما موسيماني قال مجموعة بتأثر بس ما فيش اي مبررات للنادي الاهلي ما فيش اي مبرر انا مش بقدم اي مبرر انا يهمني الفوز في مباراة المريخ طبعا دوري ابطال افريقيا دور المجموعات اول مباراة مهمة جدا بالنسبة له كان شايف انه يمكن دايما مواجهة الاهلي مع الفرق السودانية بتكون صعبة ولكن لازم يقدم كل اسلحته لازم يكون كل فرد موجود في الملعب يعني هو قادر ان هو يعود غياب اي لاعب من لعيبة النادي الاهلي وشايف كمان انه عن تصريحات باتشيكو مدرب الزمالك اللي قال ان انا نفسي اللعب النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا من جديد ومستني اعمل ده قال ان ده مش وقته تماما ومش هفكر في حاجة زي دي وانا كل التفكيري دلوقتي في دوري ابطال افريقيا في المباريات اللي شغالة حاليا واكيد السوبر الافريقي وان اهم حاجة هو الفوز في المباراة وما فيش اي حاجة اسمها مبرر للنادي الاهلي حالة التركيز اللي كنت بكلمك عليها يا سارة بيعكسها كلام وتصريحات مستر موسيماني انا تديت بكلامي وقلت احنا 11 مطش عشان نوصل للقب ابطال افريقيا قدامنا 11 مباراة منهم 6 في دور المجموعات منهم 4 في 8 والاربعة ومنهم مباراة هتكون فاصلة في النهائي مستر موسيماني ودي فلسفة النادي الاهلي يعني ده مش بصمة المستر موسيماني اللي قدر نقول عليها النادي الاهلي طول عمره بيمشي بخطوة خطوة بيبص المطش اللي جاي ايه بصرف النظر عن التزاماته وارتباطاته والمشاكل اللي ممكن يقابلها في ايه مطشات جاي بعد كده احنا كل تركيزنا حاليا في مطش المريخ وان كان ده برضو ما يمنعش في الوقت نفسه ان احنا يتمنى طبعا وليه لا وبتكلم جد والله يعني اتمنى انه النهائي دوري ابطال افريقيا يكون مرة تانية بيجمع بين بطلاء مصر الاهلي والزمالك ده شيء يبسط ويفرح كل المصريين اي حاجة تاخد اسمه مصري ترفعه لفوق احنا معاها ده قولا واحدا شيء مفهوش نقاش وان شاء الله برضو الاهلي يتوج ببطولة افريقيا على كل احوال خلينا اقول لحضراتكم يعني طبعا احنا النهاردة بعد المطش على طول هنفتح على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي سؤال لحضراتكم مين افضل ثلاث لعبين من وجهة نظركم طبعا في مباراة النهاردة اللي هتجمع بين الاهلي والمريخ ويمكن قبل يعني وصارت تتكلم على فكرة الغيابات وانه ده مش مبرر وانها مش هتكون مؤسرة انا عايز اقول لحضراتكم من المباراة دي اللي ممكن يكون الاهلي بيعاني فيها من غياب عدد من اللاعبين اللي تعودنا انهم يكونوا اساسيين في الفترة الاخيرة وكان ليهم طبعا بصمات مهمة في الانجهزات الاهلي حققها ده لا يقلل على الاطلاق من الاسماء اللي لابسة تيشرت النادي الاهلي النادي الاهلي فيه 30 نجم واي واحد جاهز مفروض ان يكون جاهز في اي لحظة عشان يمثل فرق النادي الاهلي ومسر المسلماني والجهاز الفني اللي بيعاونه مش بيشتغلوا بس على الفريق الاساسي مش بيشتغلوا بس على ال 11 اللي ممكن او ال 14 اللي ممكن يكونوا بيشاركوا في الفترة الاخيرة بشكل اساسي لكن بيشتغلوا على الفريق كله عشان عارفين كواس جدا انه في اي لحظة ممكن يكون فيه غيابات وكلين ثقة في ابطالنا النهاردة خدوا بالكو بالنسبة للعيبة بقى ده لقاء الفرصة يعني شناوي وحش افريقيا بطل الابطال رجل الحقيقي اللي يمكن مستوى في حالة تطور مستمر وحاز على ثقة كل جمهير النادي الاهلي كان بيقعد على الدك فترة طويلة جدا من ساعة او من اول منضم النادي الاهلي لغتلها ما جات له الفرصة جات له الفرصة عارف يستغلها وعارف يتمسك بها كواس جدا وعارف يكون نمر واحد في مصر وافريقيا بشهادة الجميع مش بس بشهادة الاهلوية محمد هاني لموسم اللي فات كان تحت ضغط جمهيري عنيف محمد هاني النهاردة واحد من نجوم النادي الاهلي واحد من اكتر اللعيبة اللي بتحوز على ثقة جمهير النادي الاهلي والنتيجة طبعا الارقام اللي حققها في مشاركة النادي الاهلي في كاس العالم لأندية واهمها طبعا ماتش الاهلي والبيرن اللي قلنا لحضراتكم انه جمهير الاهلي باكتساح اخترت محمد هاني نجم الفريق وافضل لعف في المباراة وده تكرر بشكل كبير هنعرف تفاصيله اكتر لما نعلن على حضراتكم على حضراتكم نتيجة تصوتكم في مباراة الاهلي وبالمرأس واللي انتهت بتتويج او بفوز النادي الاهلي بالميدالية البرونزية قبل ما نعلن الثلاث لعبين اللي فازوا خلييني اقول يا سارة انه الماتش ده ماتش بالبيراس اكتر ماتش شهد منافسة بين عدد من اللاعبين على افضل ثلاث ملاكز يعني دايما كنا بنشوف ثلاث لعبين رئيسيين بيفوزوا طبعا في النهاية بس بيبقى معهم اسم او اتنين الماتش ده في تمن لعيبة تمن لعيبة تنفست على وانا قلت الاختيار فيها هيكون صعب تنفست على رقب افضل ثلاث لعبين الاسماء قبل ما نعلن مين اللي فازوا اللعيبة اللي يعني الجمهور ادها صوته بشكل كبير جدا كانوا طاهر محمد طاهر ياسر ابراهيم أكرم توفيق حمدي فتحي محمد الشناوي محمد هاني بدر بنون وعمر السلية الاسماء دي وعلى فكرة كمان بالشيء يسكر فيه كم كبير جدا من الدعم كل الناس الحقيقة كتير جدا 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 ولأول مرة يمكن مع اختيار الاسماء في حالة دعم كبيرة جدا من جماهير النادي الاهلي جمهور العظيم الحقيقة الواعي اللي بيسند فرقته في الأوقات الصعبة والأوقات الحلوة كمان فيه رسال دعم كتير جدا موجهة المروان محسن والجماهير بتصوت وأتمنى ده يكون وصل لمروان مستنين منك كتير في الفترة اللي جاي